اليوم نحن نرصد عبر مرصد حريات تابع لمنظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم نرصد العديد من الانتهاكات والخروقات والتجاوزات التي تهدد حرية الإعلام وحرية التعبير بالمغرب وعلى خصوص حرية الإعلام وحرية التواصل بحيث أن هناك استباحة لحقوق الصحفية والصحفيين خاصة في مناطق نائية نجد أن هناك مواقع وجرائد إلكترونيات تشتغل بإمكانيات بسيطة ولكن تتعرض للتضييق من قبل المسؤولين نماذج كثيرة من المسؤولين الذين يعرضون حرية الصحفيين للتضييق أو للتعديد رؤساء جماعات رجال سلطة رؤساء أندية كوروية إلى آخره هذا الوضع إذا لم يعالج بشكل شمولي يحدق بمخاطر على البلاد وعلى الإعلام لأن المغرب هو اليوم في مواجهة تحديات كبرى طبعا أولها الوحدة الترابية المغربية التي نبغي أن يحصنها خارجيا وإقليميا وهناك تحديات كثيرة مثل استعداد المغرب لاستضافة استحقاقات كبيرة من ضمنها تنظيم كأس العالم وغيرها من الأوضاع الوضع الداخلي علاقة المغرب بالمغرب القاطنين بالخارج وهم بالملايين الوضع الداخلي الذي فيه إشكالات كبرى اقتصادية حتى أن الحكومة تعترف بالبطالة الواسعة وبالاختلالات وبالفقر المتزايد إلى آخره هذه كل قضايا مسألة الانتقال إلى الديمقراطية كذلك قضية كبرى كلها هذه قضايا تستدعي أن يكون للمغرب إعلام قوي حر مهاني ويتقوى يوما عن يوم ما نلاحظه هو العكس الإعلام المغربي يخنق يوميا ويتعرض للهشاشة وهنا لا بد من الوقوف عند الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للصحفية والصحفيين فهي في تدهور متزايد بل إن السلطات السياسية والحكومة في مقدمتها تستغل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمزيد من التضييق ووضع اليد على قطاع الإعلام فكون الحكومة هي التي تؤدي أجور العديد من الصحفية والصحفيين هذا لا يمكن إلا أن يقابل بنوع من الخضوع لتعليماتها وتوجيهاتها وهذا غير مقبول في إعلام اليوم نحن في 2024 المغرب يواجه منافسة لم نقل غزو إعلامي وتواصلي خطير على الصعيد الإقليمي والعالمي ولا يمكن أن يواجه المغرب هذا بهذه المحاولة التحكم في الإعلام وبها شاشة الإعلام وبالتضييق على الحرية لا بد من تقوية الإعلام عبر استقلاليته ومهنيته وحريته الواسعة هذه المناسبة التي تنظم فيها منظمة حاتيم حرية الإعلام والتعبير المغرب هذه الأمسية والندوة حول واقع حرية الإعلام والتعبير بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة لمعالجة أهم المشاكل وإشكاليات المرتبطة بهذه الحرية بالنسبة للإعلام الوطني طبيعة الحال هناك مجموعة من الإشكالات التي يجب أن أتحدث عنها بكل موضوعية دون أن نكون مغالين ودون أيضا أن نعتبر البعض أننا نوجه كلامنا إلى أشخاص معينين ولكن نحن نوجه كلامنا إلى منظومة معينة حقيقية وقعية في المغرب هناك مجموعة من الممارسات التي أصبحت الآن تشكل مع الأسف الشديد تراجعا بالنسبة لحرية الإعلام والتعبير في المغرب بعدما اعتبرنا في السنوات الآخرة أن هناك مجموعة من مظاهر الفراج بالنسبة إلى الحرية هناك مجموعة من الممارسات التي تريد السلطات من خلالها أن تضيق على هذه الحرية وأن تضيق على ممارسات صحافية نزيهة أيضا كذلك وأن تساهم في بعد نوع من عدم الطمأنينة لدى المهنيين خصوصا فيما يعتعلق بصدور مجموعة والقوانين أو ظهور مجموعة من الممارسات مثلا عندما نتحدث عن استبدال المجلس وطني للصحافة الذي هو كان رمزا من المستقلالية الإعلام والدفاع عن حق المهنة عن حق المهنيين حماية المهنة وحماية المجتمع في نفس الوقت أن تحدثوا عن لجنة مؤقتة لتسير هذه المؤسسة لجنة مؤقتة تم تعيينها بشكل بعيد عن طبيعة المجلس الذي هو مؤسسة للتنظيم الداتي مبنية على مقتضيات النص الدستوري واضح في فصل 28 الذي يؤكد أن هناك ضرورة لاستقلالية الإعلام في جو من الديمقراطية هذه الممارسات بعيدا عن استهداف أي شخص هذه الممارسات تحد كثيرا من استقلالية الإعلام ومن طبيعة الحرية المفروضة أن تكون في هذا الشهر ولذلك دعوتنا إلى أن تتم مراجعة القوانين ويتم انتخاب هيئة جديدة لهذا المجلس لتكريس ما في مهم الديمقراطية لدى في مجال التنظيم الداتي وأيضا التأكيد على ضرورة إطلاق صراح الصحفي المحتجازين الذين تم احتجازهم طبقا المقتضية القانون الجنائي بتهم يعني الأصل أنها ليست جنائية ولكنها مقتضيات قانون الجنائي المرتبطة بالحياة العامة في الواحد الذي يتبدأ أن هؤلاء الصحفيين يعاقبون ويحكمون بسبب مواقفهم وأرائهم وأفكارهم إننا في المغرب نرجو أن يتوقف هذا التراجع وأن نعود إلى تلك الانفراجات التي شعرنا بها في السنوات الماضية القليلة وأن نحقق للإعلام حقيقة استخلاليته وأن نبعث التمأننا في وجه المهنيين وفي وجه المتلقيين اشتركوا في القناة